جعني لكم في اخر درجة من فاير بلاي اليوم وكما قلت اخبار مؤسف صنع منذ قليل وفاة اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي لنادي صفيق سلو اولمبي البيجي للملعب التونسي المهاجم السابق نبيل بشاوش تأكد منذ قليل الاخبار ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبر عائلته معنا بالتليفون مرسلنا في بيجا علي توكيبري ناخد مع عنده مزيد من التفاصيل علي اهلا بيك مرحب بيك سلام دونك علي لو كانت اكد ان الاخبار متع وفاة المهاجم السابق للمبل بيجي نبيل بشاوش لأسف خبر هنا في بيجا ممكن خبر مفاجئ لكن السنة الله في خلقه البقاء لله المهاجم السابق الهدفة التاريخي للمبل بيجي النادي صفيق للمرعب التونسي والمنتخب الوطني اه وبعض وتجربة كانت اه مع فريق جنوى وكتاني الايطالي نبيل بشاوش اه في زبط الله اه من مواليد الف وتسعمل سبعين اه خمسين سناء يغادرنا نبيل اه في صمت اه اه اديف تاريخي الولمبل بيجي في البطولة باثنين وثمانين هدف خماسية تاريخية ضد نادي حمام الانوش موسم خمسة وتسعين بيز بالسوبر مع الولمبي خمسة وتسعين بيز بكأس تونس اه 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 درب اصناف الشابة في الولمبي البيجي كان من المنطي يمين بحب الولمبي وكان قدم اه الكثير للولمبي وللكورة قدمة تونسية وللمنتخب الوطني غادرنا نبيل اه من اكده اسلام انه مصدر طبي اكدنا الخبر انه نبيل عنده عنده ازمات قلبية سابقة عنده فالف كانت ترحه قبل اليوم معملي فور في وسط مدينة بيجا اه تحولت الحماية المدنية على الفور اه لكن اه شاءت الاخبار اه ان يغادرنا نبيل بيه سكتة قلبية عن عمر اه خمسين سنة اه بتبقى الحال اه في زمن الكورونا بشكون هناك اه اخذ تحاليل عينة لتحليلها في انتظار اه في انتظار اه الجديد لكن المعلوم الوقت ده انه نبيل بشاوش توفى اليوم بيه نوبة قلبية عن عمر خمسين سنة. اه كيفيش جيت اه علي عاش قلتي اتصلت منظر طبيع ما لقلت ليفور كيفيش بالضبط? عمال ليفور في وسط في وسط مدينة بيجا اه كان هزا حاجة سكينا شوية اسلام. اه خلقته عنده هو ماليز كاردياك اه مقبل. ليفور اذاك كان قلقه اليوم وقلقه منها على على مستوى القلب. اه كان الحماية مدنية ما بتاتش اه على الفور اه كان تمت نقل اه على جنح سرعة الى المستشفى جيها حيث اه توفى على عين المكان. اه اري كاردياك. اه ربي يا رحمه. اه 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 شاءت الاخضار انه اه كانت اه عنا مع اتصالات انه اه مع ان يستسحباني بيش كونوا تواجد مصبور القادم في الحصة الرياضية. لكن اه شاءت الاخضار بيش بيش توفى. منذ ايام قليلة ايضا كنت قابلته وحكيت مع عشباه على على الرياضة في تونس في زمن الكوفيد. اه كان بتاسف بوفاة تلوت في السبتة يا ربي يا رحمه المدارب السابق اللي في بيجي ولا عبت فرق التونسية. اه اليوم اه اليوم اه شاءت الاحضار اه بش تبيلي غاضر نعم. اه البقاء لله اسلام هذي كهي صنط الله في خلق وهذي كهي الحياة. اه وان شاء الله ربي يبقي السطر على. اه. على قلت وانسف هذو الراهيب. قتلي هزو بش عملوا بتحليل اللي ازما نجم يكون معلها بالكوفيد فم امكانية يكون بكورونا. بطبيعة الحال اسلام في في هذا الوضع اي اي موت مستراب يتم اخذ تحاليل الليازمة تحاليل الكوفيد. اه لي اه لياخذ اختياطات الليازمة نعرف خطر اه في بيجا. اه كيف كل المناطق في تونس انه من توفى بالكوفيد يتم دفنه في مقبرة خاصة مقبرة تلمسيد. اه كان عكس هذا كان سكتة قلبية فانه سيكون الدفن يوم غد في مقبرة زلاوي وسط بيجا. اه ربي يرحم اه اللاعب السابق للمتخبل. اه عدد فريق اه عديد من الفرقة التونسية نبي بشيوش. نعرفك قريب انت من الكواليس في بيجا علي تابع برشة. اتصلت بعائلته كان عنده اعراض مثلا تعالى كورونا ولا ليه? ما عندوش اعراض. ما عندوش اعراض. يتحرك عادي اه اه كنت قبلته اه ما عندوش ايام ايام قليلة. اه اسلام اه يتحرك عادي اه خطر كان نعرف انه اللاعبين وكيف برشة مواطنين اه عندهم واعي. كان جاء عندو اعراض وجاء جاء متقلقوا اه من ملكوبيد رو غير حجر اه حجر اه حجر اه صحي. اه نبيل اه نعرف انه عندو عزيمة كبيرة. كانت عندو اه روح رياضية كبيرة. اه تحرك ما كاش مخلقته محبش يظهر الناس انه عندو مالاذ كاردياك. اه لكن شاءت الاخبار انه اليوم قضاء اه قضاء اللي انه مش بش يغادرنا. اه عاود اكد لك اسلام انه السبب الرئيسي للوفاد الى حد هذي الساعة هي تكتقى البيت. مهم جدا. باتذار اه التحاليل اه ما استأتي به من جديد. واضح. اعطيك الصحة. شكرا لك علي توكيبري على كل هذي التفاصيل ما دتنا بها ان شاء الله ربي يرحمه على اه اه مهاجم السابق الاولام بالباجي نبيل بشاوش ربي يصبر اهله وعائلته كل احباء الاولام بالباجي وكل احباء الرياضة التونسية. هكا نوصلني هذي اليوم شكرا على يا بيشة في الاخراج. فدوة فيديو في الاعداد. ادم المدب اللي كان امن لكم على الباج فيسبوك. انتنا نتاج متخطي تلقا والحوارات الكل اللي عملناهم اليوم. على الباج فيسبوك اكس بخصفة مجمل تحيات اسلام المدب.